مخاوف غربية تتنامى واستعداد روسي لا يهدأ سمة غالبة في الأزمة الأوكرانية وواقعة يرسم فيها الحشد العسكري مشهد استمرار التشنج بين موسكو وواشنطن فبعد إقرار البنتاجون إرسال تعزيزات إضافية إلى أوروبا تحت مظلة الناتو ها هي أولى الوحدات العسكرية تصل إلى بولونيا تعزيزات قالت واشنطن أنها تدخل في إطار الرد على تصاعد التوتر حول أوكرانيا وصلت الدفعة الأولى إلى جنوب غرب بولندا إن الجزء الأكبر من الوحدة المكونة من 1700 جندي أمريكي سيصلون قريبا إن الجنود الذين وصلوا السبتة كانوا من الفرقة الثانية والثمانين من جهة أخرى يستمر البيت الأبيض في تكثيف اتصالاته مع حلفائه في حلف شمال الأطلسي لتنسيق الجهود الداعمة لكيب مسعى يتزامن مع عزم المستشار الألماني زيارة واشنطن الاثنين المقبل لتبادل وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية في وقت يرجح محللون غربيون أن شولتس سيتلقى عتابا من البيت الأبيض بعد موقف ألمانيا المتحفظ تجاه الأزمة وامتناء برلين عن إرسال معدات عسكرية إلى كييف ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية نقل طائرات سخوي للمشاركة ضمن المناورات الروسية البلاروسية المشتركة تطور يتجدد معه اتهام موسكو باستمرارها في حجد قوات كبيرة على مشارف حدودها مع أوكرانيا بنية غزوها الأمر الذي ينكره الكريملين مؤكدا أنه لن يقدم على أي تصعيد عسكري مطالبا في الوقت ذاته بالحصول على ضمانات أمنية تحد من تمد الدنات الشرقية أوروبا